بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الفرق بين العالم والجاهل في أمور متعددة نذكر بعضها باختصار الفرق الأول هو أن العالم يحكم عقله على عاطفته والجاهل بالعكس الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قوى ظاهرية السامع البصر اللامس وأعطى للإنسان قوى باطنية هذه القوى الباطنية منها العقل العقل قوة وملكة يدرك بها الإنسان الخير فتدعوه إليه ويدرك بها الشر فتسجره عنه وأعطى للإنسان العاطفة وأعطى للإنسان قوى نفسانية كالقوى الغضبية مثلا القوى الشهوية وما إلى ذلك هذه القوى أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون تحت قيادة العقل فهو الذي يسيرها أنت عندك قوى غضبية هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الإنسان لو ما عنده قوى غضبية ما كان يعيش أصلا كان يموت يعني القوى الغضبية سبب أن يدافع الإنسان عن نفسه أنت ليش تدافع عن نفسك إذا توجه إليك خطر ليش تحاول أن تدفع هذا الخطر هذه القوى الغضبية هي التي تحركك على ذلك لكن إذا هذه القوى الغضبية كبقية القوى تجاوزت الحد وصلت إلى حد الإفراط هنا يصير الضرر كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده القوى الشهوية نعمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان الإنسان يشتهي الأكل إذا ما عنده شهوة الأكل ما كان يقدر يعيش يشتهي الزواج لو ما كان زواج موجود الناس كان ينقطع لكن إذا تجاوز الحد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين في آية أخرى إذا تجاوز الحد يصير زنا مثلا يصير الفاحشة وككل الأمور الإسلام وسطي وكذلك جعلناكم أمة وسطة زين هذه القوى المختلفة في النفس إفراطها بضرر الإنسان تفريطها بضرر الإنسان الحد الاعتدال الحد الوسطي حد الاعتدال والحد الوسطي هذا يحتاج لإلى فتقائد هذا القائد هو العقل يخلي الإنسان لا يكون عنده إفراط لا يكون عنده تفريط لذلك الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يتحكم به عقله لا غير ذلك لذا في الآيات الشريفة إذا تلاحظون في عدة آيات الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتذكر الأولو الألباب اللب اللب شنو هو اللب هو العقل الخالص بعض الأحيان العقل يختلط بأشياء أخرى الإنسان يتصور عقل وليس هو بعقل في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان كما في آية شريفة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وملة إبراهيم شنو هي عبادة الله سبحانه وتعالى وطلب الجنة فالراو يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام معاوية شنو المعاوية عند الناس يعني أذكى الأذكياء وأعقل العقلاء ثار ضد أمير المؤمنين وبالنتيجة استولى على السلطة بخطط كان استراتيجي إذا جاز التعبير هذا الشيء اللي في معاوية شنو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول تلك هي النكراء تلك هي الشيطنة شبيهة بالعقل وليست بعقل الناس يتصوروا عقل بس هو مو عقل ليش لأن العقل يدعو الإنسان إلى أن يجلب إلى نفسه الخير ويدفع نفسه الشر واحد يجلب إلى نفسه الشر الأبدي في الآخرة مقابل نفع أيام قلائل هذا عقل مو عقل إذا واحد جوعان جابه قدامه معون من الطعام طعام لذيذ جدا وذو رائحة زكية طيبة بس يدري هذا الطعام مسموم عندما يأكل هذا الطعام يلتذ بيه لو لا يلتذ الطعام طيب ذو رائحة تفوح منه ويشبع لكن هذا عقل لا ليش لأنه بعد ساعتين ثلاث ساعات السم سوف يسري في جسمه ويقتله مثلا الناس عندما يشوفون هذا الإنسان صحيح يدرون أنه التذ لدقائق والشبع لساعات بس لأنه يدرون النتيجة يقولون هذا مو عقل واحد اللي يكسب الدنيا بخسارة الآخرة وشلون خسارة هم هذا عاقل لا صحيح كم يوم التذ بالدنيا تأمار كذا صفت له كما يشتهي ويشاء فلذا الإمام الصادق يقول هاي النكراء هاي الشيطنة مو عقل بس شبيهة بالعقل لأنه بالظاهر هذا دع يجلب الخير إلى نفسه بس هو في الواقع دع يجلب الشر إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هذا هو الخاسر فالإسلام يأمرنا أن نحكم العقل والعقل اللي هو اللب إنما يتذكر أولو الألباب عندنا هواية أحاديث يرويها في تفسير البرهان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول شيعتنا هم أولو الألباب ليش لأنه أنت إذا اتبعت الله سبحانه وتعالى في كل شيء فمعنى ذلك حكمت عقلك العقل الخالص لكن إذا خلفت الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن هذا الإنسان لم يحكم عقله في موضوع آخر الله سبحانه وتعالى مثلا حينما يقول الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء القوام صيغة مبالغة يعني هو الذي يدير الأسرة مدير الأسرة من هو الرجال هذا مورد الآية بس هو بشكل عام أي مكان يحتاج إلى إدارة فيه رجال ونساء الرجال قوامون على النساء لماذا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا بما فضل الله بعضهم على بعض يعني شنو هنا المفسرين يذكرون أيضا في بحوث موجودة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أصناف كل صنف أعطاه مهمة أكثر الأمور مشتركة بين الناس لكن أكو بعض الأمور مو مشتركة المرأة هي التي تحمل وهي التي تنجب وهي التي ترضع وعادة هي تربي الأطفال الرجل ليس كذلك هذا اختلاف لماذا هذا الاختلاف لأن الله سبحانه وتعالى أراد للنسل أن يستمر وهذا النسل استمراره اقتضى وجود ذكر وأنثى فخلق الذكر بكيفية تناسب المهمة الموكلة إليه لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضع لأن الحكمة هي من الإحكام وضع الشيء في غير موضع مو من الإحكام واقتضى خلق المرأة تناسب المهمة التي أوكلت إليها والرجل المهمة التي أوكل إليها زين لذلك أعطى الرجل عقلا وأعطاه عاطفة وأعطى المرأة عقلا وأعطاها عاطفة لذلك الرجال والنساء مشتركون في التكاليف لأن كليهما له عقل والعقل هو ملاك التكليف لكن مهمة المرأة حيث أنها ترتبط بتربية الطفل والطفل يحتاج إلى عاطفة أكثر حتى ينمو نموا صحيحا زين لذلك الله سبحانه وتعالى فضل المرأة على الرجل بزيادة العاطفة هذا تفضيل للمرأة على الرجل مو نقطة سلبية ولأن الرجل لازم يروح يشتغل ويلتقي بالناس ويتاجر ويعامل وكذا احتاج أنه يكون له عقل أكثر ففضل الرجل على المرأة بأن كان له عقل أكثر ففضل الله المرأة على الرجل بالعاطفة بزيادتها يعني مو معنى أن الرجل ناقص عاطفة لا المرأة عاطفتها أكثر إذا شفت في بعض الأحاديث كلمة النقصان موجود هذا النقصان نسبي يعني أفرض فهذا واحد عنده مليار واحد عنده ملياريان هذا اللي عنده مليار فقير له غني غني ناقص هذا لا مناقص شيء لكن إذا قصت إذا الذي يملك ملياريان تقول هذا أنقص من ذاك فلوس هذا أقل من ذاك وإلا هو هذا مناقص كامل وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل المرأة عقلها كامل مو أنه مو كامل لكن الرجل عقله أكثر أكمل لذا الآية قالت الرجال قوامون على النساء ما قال بما فضل الله الرجال على النساء لا قال بما فضل الله بعضهم على بعض يعني المرأة من جهة أفضل من الرجل والرجل من جهة أفضل من المرأة زين لماذا جعل الله القيمومة للرجل لأنه عنده زيادة في العقل لذلك اللي عنده زيادة في العقل ما تتحكم به العاطفة هذا أنسب بالإدارة لأن الإدارة تقتضي أنه أنت تتعامل تعامل عقلي نعم بعض الأحيان العقل يقول لك هنا استعمل العاطفة مو مشكلة أما اللي عاطفته هي الغالبة هذا ما يقدر يكون مدير لأنه العاطفة تتحكم به وإذا تحكمت به العاطفة راح يعمل حسب العاطفة وقد تكون خلاف العقل طبعا هذا بشكل عام يمكن أكو استثناء أكو نساء أعقل من الرجال بألف مرة وأكو رجال يمكن أكثر عاطفية من النساء ألف مرة كفد واحد عدنا موجود هناك هو إنسان من المؤمنين هذا عاطفته جياشة جدا يعني إذا شاهده يذبحون دجاجة يبجي حقيقة تدري دمعته من شدة العاطفة اللي فيه وهو رجل مؤمن متدين كذا القاعدة العامة لأن الأحكام الشرعية ما تلاحظ الاستثناءات تلاحظ العامة القاعدة العامة حتى الأحكام القوانين العادية يعني الآن قانون المرور قال إذا صارت إشارة حمراء لازم تتوقف ليش خلوا هاي الإشارات حتى السير يتنظم حتى إذا أنت ساعة ثنتين نصليها لأجيات شفت الإشارة حمراء وماكوا سيارة القانون يقول ما لك حق تعبر لازم توقف وإذا عبارة فدمر وشوف يرط المرور كان موجود يغرمك لأن في القانون يلاحظ الحالة العامة لا تلاحظ الحالات الاستثنائية حتى هذا بحث مفصل فلأن الرجل عنده زيادة في العقل لذلك صار هو المدير المرأة إلها زيادة في العاطفة ما يصير تكون المدير ويتبع ذلك أنه الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ويتبع ذلك عدة أمور الولاية للرجل ليست للمرأة الحكومة للرجل ليست للمرأة القضاء للرجل ليست للمرأة فسوى واحد يجي يقول لي فلانا مثلا صايت رئيسة وزراء ألمانيا مثلا اللي هي أقوى الدولة والآن صار لها سنوات وأحسن إدارة داتدير هذه حالات استثنائية القانون لا يراعي الحالات الاستثنائية يراعي الحالة العامة سواء كان قانون الشرع أو القانون الوضعي الإنسان نرجع إلى كلامنا الإنسان إذا حكم عقله على قواه هذا يكون في الطريق المستقيم لأن هاي القوى إذا الإنسان ما يراعي حدودها لو زيادة يصير فيها لو نقيصة يصير فيها الإنسان إذا كان جبان في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وآله هنا عقله يقول ولو أنت دتخاف لكن لازم لا تنهزم صحيح دتخاف بس لازم لا تنهزم ليش؟ لأن الإنهزام وما يولي يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضبا من الله الإنسان بيدي أموال الأيتامة هو محتاج وما حد يدري إلا الله سبحانه وتعالى نفسه الأمارة بالسوء ماذا تقول له؟ تقول له كل أموال الأيتامة بس عقله شنو يقول؟ يقول إذا أنت أكلت أموال الأيتامة راح تنطبق عليك هاي الآية إن الذين يأكلون أموال الأيتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يقول واحد من العلماء الكبار جدا المعروفين بالقدس والتقوى قيل له إن فلانا من الناس يقول أني أنزعج من الغناء تلعب روحي من الغناء لما أن أسمعه قال هذا الإنسان يبدو أنه في خلل أكون واحد يضوج من الغناء؟ لا الغناء يطابق شهوات الإنسان هذا اللي يضوج من الغناء معناه أنه هذا ما إلى شهوة اللي ما إلى شهوة بخلل أنا ما أضوج من الغناء بس ما أستمع إلى الغناء لأن الله حرمه الله قال الغناء حرام أنا ما أشوف الغناء ما أسمع الغناء النظر إلى مرأة جميلة مثلا هذا ينسجم مع شهوات الإنسان هناك واحد يضوج من النظر إلى المرأة الجميلة وإنما المؤمن لا ينظر لأن الله حرمه فإذا الله أحل له كزوجته مثلا يلتذ بالنظر إليه ما بيشكوه لأن الله أحل فقوة النفس لها حالات من الإفراط دائما تريد المزيد العلامة المجلسية رضوان الله تعالى عليه في كتاب مرأة العقول يذكر هذه الكلمة يقول النفس تريد مشتهياتها فتحاول مع الإنسان بمختلف السبل ومن السبل أنه تزين له وبعض الأحيان من السبل تريه القبيح حسنا يقول النفس خداعة تجي تشوف أن الإنسان شنو يريد أو شنو يعتقد الشهوات تصورها مطابق لاعتقاده هذا يريد الرئاسة يحاول الرئاسة يشعر بأنه وظيفة الشرعية يقول وظيفة الشرعية أنا أصير رئيس أي بالعراق صارت فواحد من ذولة اللي صار رئيس الوزراء أول الأمر ما كان قرار يصير رئيس الوزراء فأحد الكبار اللي كان في الجمعية الوطنية أنا سألته أنه هذا ليش سويته رئيس الوزراء قال إجيه قال أنا أشعر بوظيفة شرعية أنه أصير رئيس الوزراء أشعر بوظيفة شرعية يعني هو يريد يصير رئيس بس جاب غلاف أنه وظيفة شرعية بس يصدق لو ما يصدق ما أدري بس بالنتيجة النفس هكذا تزين للإنسان القبيح حتى يراه حسنا الشيطان من نفس الشي يزين للإنسان وزين لهم الشيطان أعمالهم لذا الإنسان لازم دائما يحاول في القضايا المختلفة يحكم عقله ما يحكم العاطفة قبل شم يوم قرأت واحد متهجم على الشيعة هو من الشيعة متهجم تهجم عنيف أن هاي التفجيرات اللي دا تصير وهاي المجازر اللي دا تصير كذا صوت الشيعة ليش لأن عندهم قلب رحيم أنت لأن عندك قلب رحيم لو أنت مثل تتعامل ويا قتل النساء أنت متقتل النساء قتل الأطفال أنت متقتل الأطفال حرق مدنك أنت متحرق مدن يتأدب هو بالفعل ما الشكل يعني إذا واحد يشعر بأنه على كل حال الآن هاي قضية في إسرائيل ليش العمليات الانتحارية متوقفة ماكو عمليات فترة كانت هواي أكو عمليات انتحارية هسا ماكو عمليات انتحارية ليش لأن النظام الإسرائيلي اتخذ أسلوب هذا الاسلوب شنو هو أنه واحد انتحار يفجر نفسه زين هذا لما انفجر نفسه يرحون على بيته بيت أهله يفلشون بيت أهله أبو أم كذا بعدين يعتقلوهم شباب يذبوهم بالسجن الكبار يسفروهم إلى غزة وشنو ذنبهم السلقاب الأوم الآخ الأطفال كذا شنو ذنبهم ما لهم ذنب لأنه ابنكم انتحاري فهذا زين هسه يمكن واحد هو مستعدا هو يقتل بس مو مستعدا أبو أم وإخوان عائلت عشير يتهجرون يتبهذلون فلذلك بهذه طبعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكذا دائما يعترضون وماكو فائدة لأن القوة بيدهم زين هذا الشخص شنو يدعو يقول انت صير مثل إسرائيل وفرت الأمان لها بهذه الطريقة سينخل عدش إحنا الشيعة إحنا ليش أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين يقول وما معاوية بأدها مني معاوية داهية أنا أكثر دهاء منه لكنه يغدر ويفجر هاي المشكلة وإلا الإمام علي بن أبي طالب لو شان يريد يزيل معاوية بطريقة غير شرعية مثل الماء يعني لو هو واحد سياسي كان بدال أمير المؤمنين ونفس المؤهلات يمتلكها إلا الدين ما كان خلال فترة بسيطة يطير معاوية ويطير أبو جدة لكنه يغدر ويفجر هاي المشكلة الرسول صلى الله عليه وآله يقول الإسلام قيد الفتك أو الإسلام قيد الفتك زين هذا يقول المشكلة الشيعة أنه عدنا قلب رحيم لا مو أنه عدنا على القلب رحيم نحن مضطرين نرى أنفسنا أن نكون شيعة لأهل البيت أتباع لأهل البيت ما نقدر أنه نرتكب الجريمة اللي ذا يرتكبها الغذر اللي ذا كيرتكبه هاي المشكلة الأولى يذكرها والمشكلة الثانية شنو هو الشعائر الحسينية أنت لما تبشي على الحسين عليه الصلاة والسلام وتلطم وتسوي هاي الشعائر تفرغ نفسك مع أنه في حالة الحروب وكذا لا لازم تبقى الأحقاد في القلوب هذا قتل منك أنت لازم يكون في قلبك حقيد إلى أن تروح تقتله هذا نفس الأسلوب اللي فعله المشركون في مكة في غزوة بادر انهزموا قتل منهم سبعون واحدا فكبار مكة اجتمعوا قالوا احنا لازم ننتقم من المسلمين انهيئ العدد والعدة سنهم هيئوا العدد والعدة وراحوا إلى غزوة أحد بس 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 لازم يبقى الحقد لا يتفرغون منعوا البكاء البكاء ممنوع على الأموات القتلة إلى أن ننتقم زين يقول احنا المشكلة انه لما واحد انقتل وصار كذا وقراء يقرون ويبتشون وكذا يفرغون انفسهم بعد يوم منهم ينسون المشكلة شنو هي بهذا الطريقة من التفكير المشكلة انه يقول لك انت اترك حكم الله انت صير مثل ذاك ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئب حس إن لم تكن ذئبا يعني حتى لو موزيا انت لازم تكون قوي المشكلة اللي احنا عندنا مو مشكلة انه الرحمة ولا مشكلة الشعائر مشكلة اكو فساد مالي فساد اداري اكو ضاعف اكو خيانة اكو هاي المشاكل هناك مو هاي المشاكل هنا واحد يجي يصفي حساباته ويا الدين لأنه المشكلة في مكان هي المشكلة في مكان اخر لما اكو خيانة ولما اكو سرقة ولما اكو نهب للمال العام ولما اكو عدم تخصص واحد هنا كان يبيع طماطع صير لي الان لواء عقيد ركن ما ادري شنو كذا في العراق لا دارس كلية حربية ولا داخل كذا وكذا فلان وفلوس يعين موظفين فضائيين اكو مادري شنو كذا فهي المشكلة هنا هناك هاي هاي من المشاكل انه دائما واحد يبتعد عن الحقيقة ويحاول انه في الازمات يصفي حساباته هو ضد الدين يريد يصفي حساباته هنا على كل حال فهذه المسألة الاولى انه الانسان يحكم عقله اذا الانسان عنده علم العلم يقول له حكم عقلك لا تحكم عاطفتك والنقطة الثانية بشكل مختصر نشير لها هو انه الناس عادة مع الاجواء حشر مع الناس عيد هذا المثل المعروف وهذه فكرة خلاف الاسلام الاسلام يقول الرسول صلى الله عليه وآله لأبي ذر ان سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه الصلاة والسلام لأنه مع الحق والحق معه كل الناس يرحون الى الهلك انت هم لازم تهلك نفسك الآية الشريفة تقول لا يضركم من ظل إذا اهتديتم إذا كل الناس هنا كفر بس أنا اهتدت لا أقول أنه كل الناس كفر فأني رح أصير كافر مثلهم إذا المرأة المسلمة في بلد كلهم سفور ويستهزئون بيها ما تقول إسا كلهم صاروا سفور أنا أصير سافرة مثلهم لا المشكلة أنه كثير من الأحيان إحنا نعطل علمنا ونعطل عقلنا بسبب الأجواء الغوغاء هالشكل في نهج البلاغة أمير المؤمنين يذمهم الغوغاء في كل فتنة وكذا تشوفهم لما يجد الجد تكثير سواد من غير طائل أنت لا تشوف الأجواء شنو هي لازم تشوف ما يرضي الله سبحانه وتعالى شنو هو إذا كان مع الأجواء فأهلا وسهلا نور على نور هم أنت تمتثل لحكم الله سبحانه وتعالى من جهة وهم من جهة مرتاح أنت في المجتمع كل الناس يصلون أنت هم تصلي لا أحد يقول لك ليش ما تصلي وبالعكس إذا ما صليت الناس يقول لك ليش ما صليت الناس كلها تروح للحج أنت هم تروح للحج الناس كلها تمشي لزيارة الإمام الحسين أنت هم تمشي وياه نور على نور لكن إذا الأجواء كانت خلاف الحق وغالبا هالشكل أن أكثر الناس لا يشعرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثرهم للحق كارهون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إذا الأجواء خالفت ما تعلمه الأجواء خالفت ما يقول لك العاقل وهنا يصير في التناقض في الإنسان من طرف مصلحته تقضي أن يكون ويا الناس ومن طرف دينه وعقله يقول لتكون ويا الناس وغالبا الناس يرجحون الأجواء هذا كان عندهم شعار في الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوم إذا مظلوم أنصره إذا ظالم هم أنصره يوم الرسول صلى الله عليه وآله ذكر هذه الكلمة رأي يصححها لأن الرسول صلى الله عليه وآله أكو بعض الأشياء خاصة الكلمات الأمثال الكلمات القصيرة هاي تجري في دماء الناس وتأثر فيهم إذا الكلمات القصيرة الأمثال هاي مؤثرة لأن تخاطب العقل الباطن للإنسان فالرسول صلى الله عليه وآله الكلمات اللي كان يمكن أن يأتي بديل لها كان يأتي لها ببديل يغير يغير المثل والكلمات اللي هواية قوية كان يصحح معناها من جملة هاي الكلمة أنصر أخاك ظالماً أو مظلومة الرسول ذكره على المنبر جنس الأصحاب تعجبه قال المظلوم أخو عرفنا مظلوم قال الظالم شلون تنصره هذا شلون ينسجم مع الدين فقال تنصر الظالم بأن ترده عن ظلمه مو هو دا يظلم تروح لا تأخذ إيدة ترجع عن الظلم ليش دا تظلم أنت تمنع من الظلم هذا النصر له دا تمنع من الذنب بالنتيجة أنت دا تمنع عن عذاب الله سبحانه وتعالى هذا النصر له الأجواء تتحكم حتى بعض الأحيان الإنسان يغفل لأنه من المنصر أجواء وكذا فلان الإنسان بعض الأحيان حتى المتدين يغفل لذا الإنسان دائما في كل خطوة يكون في فكر أنه هل هذه الخطوة صحيحة أو مو صحيحة وإذا غفل سار إذا تذكر بسرعة يأخذ بريك إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف طائف إما بمعنى خاطرة تطوف في ذهن الإنسان أو بمعنى جوغات من الشياطين أكثر المفسرين المفسرين بالمعنى الأول إذا مسهم طائف من الشيطان إجت خاطرة شيطانية حيث سواء مشى فيه أو لم يمشى فيه تذكروا تذكر الله سبحانه فإذا هم مبصرون يشوف الحقيقة شنو هي وإخوانهم يعني شياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ذو لك مايفكون يا أخ الشيطان مايفك يا أخ من الإنسان أنت لازم تكون ملتفت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تحيى العقول تحيى العقول تحيى العقول تحيى العقول تحيى العقول